ننتقل أيضاً أخبار أيضاً عن موقع شرغنيت الشعبي يعلن التصعيد بعد اعتقال أمينه هنا أعلن حزباً وطمر الشعبي يوم الخميس تصعيد عمله السياسي والقانون لمواجهة احتقال أمينه العام على الحاج محمد الذي أوضع بسيدي كوبر بالقرطوم لحين إخضاعه للتحقيق بموجب إجراء البلاغ المدون ضده بمدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 89-900 ألف وشن الغياد البارز في الحزب إدريس سليمان هجوماً كاسحاً على قوى إعلان الحرية والتغيير محذراً من استمرار احتقال الأمين العام قائلاً أنه لا يسب في العافية السودانية وقال إن قوى الحرية والتغيير عزلت وأقصت وكونت الحكومة بمعزل عنه لذلك وضعتهم في المعارضة وأضاف ظلمنا نبين في الحقائق واضعين في نصب عيوننا استقرار البلاغ محذراً سليمان من أن سفينة السودان تبحر حالياً في بحر مطلاطم الأمواج وقال إن حزبه يحاول أن يجنب البلاد المزالق وأشدد على أنه لا يوجد أي مبرر لاحتقال الأمين العام وأكيداً أن حزبه يملك خططاً لم يكشف عنها للتصعيد السياسي والقانوني والإعلامي من الآن وحتى الانتخابات ورأى سليمان أن الحكومة الانتقالية الحالية هشة جداً ولا تتحمل المدافر على حد قوله ومن الأفضل أن لا يتم دفع حزبه للوصول لدرية المدافر طيب أستاذ إمام كيف تنظر إلى احتقال دكتور علي الحاج وما هي الحيثيات التي تم احتقاله أحسب أن قوى إعلان الحرية والتغيير أرادت أن تغير بشكل فجائي المقولة التي ذهب بها بعض المعارضين خاصة أخذ البروفيسور إبراهيم قندور رئيس حزب المؤتمر الوطني فيما يتعلق عن موقف حزبه من الحكومة الانتقالية فقال المقولة الشهيرة وهي أننا سنكون ضمن المعارضة المساندة يعني المعارضة التي تسند الحكومة إذا رأت فيها خطأ أظهرته وإذا رأت فيها صوابا سمنته لكن التصعيد الذي حدث باعتقال دكتور علي الحاج محمد الأمين العام المؤتمر الشعبي جعل أن هذه المعارضة المساندة لن تظل كثيرا وسنتقل إلى ما يعرف بالمعارضة المصادمة وهذا خطر لأنه ليس الحكومة حشة حتى البلاد حشة في هذه الأيام يعني محتاجين لتماسق نحن عندنا مصائب تطرى من مناطق عدة من أهمها الآن في الشرق في احتراب داخلي بين مكونات الشرق القبلية يعني هذه المكونات القبلية تناحرت مع بعضها البعض ففي حاجة إلى لحمة وطنية تساهم في إخماد مثل هذه النايران لكن بجعل المؤتمر الصحفي بتاع الأخ الأخذ السفير إدريس سليمان كان مركزا على ما حدث لأمين عام الحزم وموجهات التي سيعمل بها الحزم لكن في المساء عقب الساعة السامنة صدر بيان خطير من الحزب المؤتمر الشعبي الذي أعلن أنه منذ اللحظة سيكون معارضا لهذه الحكومة معارضة شرسة فهذا يعني يعني يلقي بظلال يعني صعبة على هذه الحكومة التي هي في حاجة مسيسة إلى تلاحم القوى الوطنية معها لتعبر المرحلة الانتقالية في الفترة المحددة لها لكن الحكومة الحكومة الانتقالية كان ينبقي أن تنظر في القضايا الكلية المتعلقة بهموم هذا الشارع الذي أحدث التغيير ألا وهي هموم معاش الناس لكنها انصرفت في مسألة بعض المرارات وأيضا بعض الأشياء التي في رأيي الخاص أقرب إلى الانصرافية منها إلى القضايا الحقيقية علها بعض الانتقالات التي وجهت خلال اليومين الماضيين تستدرك هذا الأمر وتعمل على إطلاق صراح الأخ علي الحاج وتحاول أن تطلق مبادرة وطنية لإحداث قدر من الإجماع الوطني حول القضايا الكبرى المتعلقة بمعاش الناس بالاقتصاد بالأمن هذه هي القضايا التي تؤرق أزهان الناس خلال هذه الفترة الانتقالية لكن أستاذ إمامي في عقلية المشاهدة السودان قد تدور بعض الأزليب أن نؤكد عليه من خلال الحديثة ذكرت أن هناك كان هناك خطاب شديد اللهجة ولديه بعض المحاذير هل يعارض الحكومة الانتقالية الآن كما سميتها أنت بالهشة بالنسبة لأي شيء يعارض الحكومة أولا لم أسميها بالحشة هذا التوصيف يجمع عليه كثير من المراقبي الشأن السياسي السوداني داخل السودان وخارجي والدليل على ذلك ما تمور به الساحة السياسية من اضطرابات لم تستطع الحكومة أن تجعل كل هؤلاء يصطفون حوله هذا أمر الأمر الثاني عندما يصدر بيان ويقول أنه سيكون معارضا لهذه الحكومة هذه الحكومة تريد أن تجمع الناس لكي تعبر المركب من مخاب هذا البحر بصورة فيها قدر من السلامة الحزب المؤتمر الشعبي أصلا هو حزب معارض ولكن عندما يؤكد هذا المؤكد هذا بليل على نقلة نوعية في كيفية المعارضة لا أدري هل هي معارضة بالهتافات معارضة بالمواقب معارضة بالإحتياجات هذه متروكة للحيثيات التي نتلقاها كوسائل صحفية وإعلامية تقليدية وحديثة من قيادات حزب المؤتمر الشعبي لكن الذي أقوله أن الحكومة ليست في حاجة إلى مثل هذه المعارضة في الوقت الراهن هي محتاجة إلى تكاتف تنتقل من مرحلتين مهمتين المرحلة الأولى تحاول معالجة المشكل الاقتصادي المتعلق بمعاشى الناس ثم لتنتقل المرحلة الثانية لإعداد المناخ العام والبيئة الصالحة الموائمة لإجراء انتخابات حرة شفافة يشارك فيها الجميع لا